اسم التجربة انتقال الحرارة بالحمل في الغازات الهدف من التجربة توضيح انتقال الحرارة بالحمل في الغازات عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة لا تشم أو تتذوق أي تمادة تستعمل في المختبر ما لم يطلب إليك ذلك في حالة حدوث أي طارئ أخبر معلمك قبل اتخاذ أي إجراء أدوات التجربة استوانتان مثبتتان على صندوق مغلق من الجهات جميعها ما عدى الجهة الأمامية مغطاة بحاجز شفاف شمعة عود بخور خطوات إجراء التجربة نشعر الشمعة بوساطة عود الثقاب نثبت الشمعة المشتعلة داخل الصندوق بحيث تكون أسفل فتحة الاستوانة اليمنى نشعر عودا من البخور ثم نقربه من أعلى الاستوانة التي لا توجد أسفلها الشمعة فنلاحظ هبوط دخان البخور داخل الاستوانة ثم داخل الصندوق متجها إلى لهب الشمعة ثم سرعان ما يتصاعد الدخان من فوهة الاستوانة إلى الخارج مرة أخرى نتتبع مسار حركة دخان البخور لملاحظة استمرار حركة التيارات النتائج طبقات الهواء الساخنة فوق لهب الشمعة تتمدد بالحرارة وتقل كثافتها فتنتقل إلى أعلى حاملة معها الحرارة من خلال فوهة الاستوانة لتحل محل طبقات الهواء الباردة بينما تهبط طبقات الهواء الباردة من خلال فوهة الاستوانة اليسرى إلى أسفل نظرا لكبر كثافتها وهو ما يعرف بطيارات الحمل في الغازات